السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الإندارية الخاصة بتوقعات حارة طقس بيئة المغرب فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحتية النماذج العالمية أبتداء من يوم الأحد والأيام القادمة كذلك والمدن المعنية بأمطار الخير وكذلك في هذه النشرة الإندارية فأولا أخي إختي إذا كنت تشاهدوا القناة لأول مرة فلا تنسى الاشتراك في قناة التفعيل زر الجرس لك يصلكم جديد فيديواتنا ونشراتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فهي توقع اليوم غد إن شاء الله في فترة الصباحية تكون رياحة نسبية قوية الأقصى شمال المملكة على طنجة والفنيد وكذلك التطوان بإذن الله وأصيلة سوف تعرفوا رياح قوية قد تصل إلى 90 كيلومتر مع كذلك أجواء نسبية صافية إلى قاعدة تسعو في باقي المناطق أخرى مع كذلك هبوب رياح نسبية قوية على الجنوب الشرقي بين المملكة وكذلك في الأقاليم الجنوبية مع استمرار هذه الرياح القوية على طنجة وكذلك أقصى شمال من مملكة وواجهة المتوسطية ستكون رياح نسبية قوية قد تصل إلى 90 كيلومتر في ساعة أما بنسبة لباقي المناطق فهناك أمطار الخير سوف نقدم لكم في هذه الفيديو ونقدم لكم كذلك المدين المانية بالتفصيل أما بنسبة اليوم الإثنين إن شاء الله فيتوقعوا بإذن الله التكون بعد المنخفض الجوي وانخفاض ملحوط في دراجات الحرارة بسبب هذا المنخفض الجوي الذي هو كذلك سوف يؤدينا بعض الزخات المطرية مهمة على غريبقا وكذلك سيدي سليمان والرباط وبنمليل ورزازات مع تقدم أمطار مهمة إن شاء الله كذلك محتمال كذلك أن تبقى الأجواء غائمة محتمال بعض الزخات المطرية نسبيا ضعيفة على ميدا لطوطة الحاج وكذلك الكيكو وخنيفرة وتنغير وتبينت وبعض الزخات المطرية على العرائي شباب برد وطيطوان وقصة شمال المملكة بنسبة كذلك للفترة بعد الزوار إن شاء الله فيتوقع بإذن الله دخول كذلك أمطار مهمة وزخات مطرية قوية نسبيا على المناطق التالية على وجدة بإذن الله وجرادة وتاوريت وساكة وكذلك الدريوش والحسيم بإذن الله وإساغن وأمطار نسبيا قوية كذلك على التازة وكذلك تبينت وعاطف بإذن الله وطاد الحاج وسكورة مداز وإفران وفاس وكذلك معتركة وامكناس وخنيفرة وميدل توتيز نيت وزود شيخ وكذلك أمطار إن شاء الله ستكون مهمة على هذه المناطق وكذلك الواجهة المتوسطية على بركان والنظر الحسيمة وبإذن الله شوشاون وإساغن والدريوش وتاونات ستكون أمطار نسبيا حاضرة إن شاء الله في هذه المناطق بالنسبة ليوم الأربعة بإذن الله فيتوقع أن تبقى الأجواء غائمة مع احتمال بعد الزخرة المطرية على وجدة وكذلك الشمال الشرقي للملكاء والمرتفعات الريف لكن تبقى نسبيا أمطار ضعيفة ومتفرقة إن شاء الله بالنسبة كذلك اليوم الخميس إن شاء الله فيتبين تقدم منخف الجو أطلسي سنرى إن شاء الله في الأيام القادمة إذا كان سيدخل للمملكة كذلك محتمال بعض الزخرة المطرية فوق المرتفعات الأطلس لكن تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة بالنسبة كذلك اليوم السوت بإذن الله فيحتمان أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قليلات السحب في مدى مناطق المملكة بالنسبة اليوم الإثنين إن شاء الله فيتوقع أن تبقى الأجواء بدون تغيير كبير وكذلك مع توقعات البعيدة تغير باستمرار إن شاء الله سوف نعلمكم بجدة التطورات إن شاء الله وإلى اللقاء